أقيم في مدينة المكلة بمحافظة حضرموت حفل ختمي وتكريمي للشباب والأحزاب والمكونات السياسية في ختام برنامج تدريبي وتأهيلي بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد فهمي باظاوي وعضو مجلس الشورى محمد عبدالله الحامد وعدد من القيادات المدنية والأمنية وخلال حفل أكد الوكيل باظاوي أهمية ترسيخ مبدأ احترام الأراء والحريات وتعزيز المشاركة السياسية وتدريب الشباب على حملات المناصرة والتعبئة الشعبية والحوارات المجتمعية المفتوحة من جانبه أشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت أحمد باظروس بفكرة البرنامج التي تعملها على تنمية وعي الشباب بضرورة العمل لخدمة المجتمع بعيدا عن الصراعات والمناكفات اشتركوا في القناة